ظل أبو قتادة قيد الاعتقال لست سنوات ونصف رقم أنه لم يواجه أي تهمة أو يدان في أي قضية في بريطانيا أخيراً تمت الموافقة على إطلاق صراح أبي قتادة لكن بشروط صارمة إذ لن يسمح له بالخروج من المنزل إلا لساعة واحدة مرتين في اليوم كما سيجبر على وضع سوار معدني لمعرفة مكانه وسيمنع من الابتعاد عن منزله كثيراً كما أنه سيمنع من الحصول على أي بطاقة تنقل أو استخدام الهاتف النقال أو الانترنت ولا يحق له استقبال الزوار إلا بعد موافقة وزارة الداخلية وأصدرت السلطات لائحة باسم 12 شخصاً يمنع عليه رؤيتهم لكونهم متطرفين بحسب السلطات اعتقل أبو قتادة عام 2005 وقد أدانته محكمة أردنية غيابياً بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية السلطات الأردنية تريد من بريطانيا ترحيله حتى تتم محاكمته في عمان لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً بمنع ترحيله بحجة أن بعض الأدلة التي استخدمت ضده قد تكون انتزعت تحدى التعذيب لندن تطالب عمان بضمانات في حال ترحيله وهي أن لا تساء معاملة أبي قتادة وأن لا يجبر بالتعذيب على الاعتراف بأعمال لي مرتكبها وإلى حين التوصل إلى اتفاق بين الجانبين فإن أبي قتادة سيخرج من السجن لكن حريته لن تكون كاملة في ظل القيود الصارمة المفروضة من قبل السلطات البريطانية ترجمة نانسي قنقر